السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي أهلا بكم معكم مستر علي السيد إن شاء الله في الفيديو ده هناخد كلمات الدرس الثالث والرابع من الوحدة الخمسة هنبدأ الأول بالكي فوكابيال صفحة 261 أول كما معنا كلمة addict نطقه السليم addict addict ودينون معناها مدمن addict مثال أخي is an addict هو مدمن رحستوا معايا an addict لأن هذا اس مفرد ناكرة يعد addict يعني مدمن هقول مثلا مدمن للعبة PUBG مثلا هقول to يبقى هنا to مدمنون لي PUBG PUBG وبالمناسبة كلمة PUBG لعبة PUBG دي اختصار ل player unknowns battle grounds عندنا كلمة تانية معناها برضو مدمن بس المرة دي adjective في صفة addicted addicted يبقى هنا addicted التانية addict يبقى في فرق في النطق addict addicted addicted يعني مدمن يعني مثلا نفس المسال هقول my brother is not to PUBG خلي بالك مفروض تبقى البيئي كابتل هنا تمام my brother is addicted 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 to PUBG وبالتالي هناك صفة مستخدمناش آ ولا آن لان الصفة لا يسبقها ولا آ ولا آن إلا لو بعدها اسم my brother is addicted to PUBG my brother is an addict to PUBG سلوك أو تصرف behavior behavior وجاية من behave behavior تصرف دي الفعل behavior بالمناسبة بالامريكان ممكن تحزف يعني الاتنين صح زي color بالضبط الملف الشخصي profile profile حكيم أو عقلاني sensible sensible عندنا كلمة sensible ممكن تساوي بالضبط wise صح ما نفس المعنى wise يعني حكيم كمان عندنا rational rational يعني عقلاني برضو symbol يعني رمز symbol مثال the dove الحمامة البيضاء is the symbol symbol of peace رمز السلام يبقى symbol يعني رمز symbol خلي بالك be for book symbol كلمة البعدها year of birth سنة الميلاد year of birth year of birth طبعا day of birth أو بلاش نقول دي نقول مثلا ايه date of birth بيختصروها الى اخدنا قبل كده d o b اللي ايه تاريخ الميلاد d o b date of birth ننتقل بقى للكلمات الهمة most important vocabulary على اي حال anyway 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 brainstorm اخدنا كتير جدا يستثير الفكر او يستثير التفكير او يولد افكار او يعصف ذهنيا connect كفعل معناها ايه يدخل على او يتصل او يربط connect connect ينتقد criticize criticize وعندنا critic يعني ناقد ناقد بدالها critic ضفلها ism تبقى criticism يعني ناقد والفعل criticize يعني ينتقد جميل cute يطور او يتطور يعني فعل متعدي او لازم develop develop distract يعني يشتت او يصرف انتباه distract distract موظف employee employee اعجابات او لايقات likes likes منصة او رصيف platform platform وخلي بالكم كلمة platform تمشي منصة الكترونية او تمشي رصيف القطار او المحطة لكن pavement دي رصيف الشارع pavement pavement رصيف الشارع مثلا plus بالاضافة الى ذلك وتساب بالضبط more over more over او مثلا in addition in addition ودائما بعدهم comma تمام نفس الفكرة plus طيب ارتقديمي presentation presentation الخصوصية privacy او privacy 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 جاية من private مو برمجين programmers البرمجة نفسها programming rank كاسم معناها ايه مرتبة او رتبة كفعل معناها يضع في رتبة او منزلة rank او يصنف كترتيب rank مثال على rank كفعل هو المثلا he was ranked he was ranked يعني تم ترتيبه مثلا second في المركز الثاني last year مثلا العام الماضي با هنا rank كفعل معناها ايه يرتب يضع فيه ترتيب يسلي او يرفع عن entertain entertain مثال i have some games i have some games to entertain me entertain me عشان تسلين ترفع عني والاسم منها entertainment entertain ترفيه او تسلي يشرح او يفسر explain explain والاسم منها explanation explanation مشاعر feelings يفصل من العمل fire وتساوي بالضبط sack برضو ايه يطرد من العمل sack وفيه كمان dismiss برضو يطرد من العمل forever للابد forever منتدى forum forum منتدى forum يلعب game دي كفعل كاسم معناها مباراة او لعبة game highlight يعني يبرز اهم النقاط مثلا يصلت الضوء على highlight highlight بالمناسبة تمشي verb و noun imagine يتخيل imagine register يعني يسجل register يمثل او ينوب represent represent يعني مثال this lawyer هذا المحامي will represent me in the court سيمثل في المحكمة share يشارك او ينشر share مشابه او متشابه similar similar يحل solve solve سطحية او عدم تركيز superficiality superficiality السطحية يعني سطحية الامور مش عدم ايه يعني مش عدم الخوض فيها حاجة ايه سطحية كده مفيد useful useful ضحية victim victim he was a victim of an accident كان ضحية حادثة وجهة نظر viewpoint viewpoint تسوي تماما مثلا opinion رأي برض opinion definitions التعريفات addict معناها مدمن addict مدمن addict someone who is very interested in something and spends a lot of time doing it شخص مهتم جدا بحاجة وبيقضي وقت كتير جدا في فعلها او القيام بها behavior معناها سلوك او تصرف behavior the things الاشياء that a person اللي الشخص or animal او الحيان does يقوم بها profile الملف الشخصي او الملف التعريفي profile a short description هو وصف قصير that gives important details يعطي تفاصيل همة about a person عن الشخص a group مجموعة of people مثلا من الناس or a place او مكان sensible معناها حكيم او عقلاني reasonable متعقل and shows ويوضح او يظهر good judgment حكم جيد مش متحيز يعني symbol معناها رمز a picture صورة or shape او شكل that has a particular meaning له معنى خاص او معين or represents او يمثل a particular organization منظمة معينة or idea او فكرة view معناها عرض او رؤية او مشهد برضو an occasion مناسبة when a post لما منشور an image او صورة or a video او video is watched online يشاهد على الانترنت يعني مشاهدة هنا ننتقل بقى للحل رقم واحد some people have a fake space on social media بعض الناس لديها نقط مزيف على ال social media to deceive لكي يخدعوا يخدع others الاخرون simple معنىها رمز مش جاية خلي بقى لك simple يعني رمز virgins معنىها نوسخ مش جاية برضو profile اللي هو ايه الملف التعريفي طبعا انت جاية ideas يعني افكار اذا الاجابة تكون profile رقم اثنين if you want to use social media safely لو انت عايز تستخدم السوشال ميديا بامان you need to be more space محتاج انك تكون اكثر ايه sensing معنى استشعار ودايما جاية مع كلمة remote sensing يعني الاستشعار عن بعد remote sensing sensible معنىها متعقل او حكيم تمشي sensation معنى احساس او عاطفة مش جاية sensitive يعني حساس بيزعل بسرعة بيفرح بسرعة الحاجات دي كلها اذا الاجابة تكون sensible رقم ثلاثة العالم هو ايه لبلدتنا او دولتنا so we should all respect it عشان كده المفروض نحترمه status يعني حالة ممكن نطعه status او status image معنىها صورة symbol يعني رمز story يعني قصة طبعا ايجابة تكون symbol يعني رمز number four experts warn us الخبراء يحذرون that many kids ان الكثير من الاطفال have become قد اصبحوا نقط to surfing لتصفح تصفح surfing the internet the internet addicted يعني مدمنين صح attained جاي من attain يعني يحصل على محصولين على يعني مش جاية attain so we get بس attain فيها صعوبة شوية يحصل على شيء خاصة بصعوبة attacked يعني مهاجمين خلي بالك هنا بيقول على او لي تصفح الانترنت يبقى مدمنين واضحة خلص applied مطبقين اذا اجابة addicted هتقول لي يا مستر طب انا لو لقيت addict بس هنختارها هقولك لا لاني addict ده noun ولازم قبلها an يبقى have become مثلا addict او an addict هو الشائعة بالمفرد an addict خمسة people judge you الناس بتحكم عليك through من خلال you're not app تطبيق او برنامج application تطبيق advert اعلان behavior سلوك number 6 which of the following is one of the important personal details ايا من الاتي احد التفاصيل الشخصية الهم year of birth اللي هي سنة الميلاد date of the day تاريخ اليوم search results نتائج البحث targeted advertising الاعلان الموجه طبعا اجابة وضحت كده year of birth number 7 she is a or an space to chocolate cookies she likes them very much بتحبها كتير لأي البسكويت بتاع الشوكولاتة او بالشوكولاتة يبقى هي اي expert خبير follower متابع خلي بالك فيه to هنا source يعني مصدر addict اللي بعدها to معناها مدمن لي وقلنا دي اسم عشان كده an اهي اذا الاجابة تكون addict addict to مدمن لي number 8 when we were young لما كننا اصغيرين our grandfather's stories قصص جدنا نقط us a lot نحن كثيرا entertained سلتنا delayed اخرتنا inspecting جاي من inspect يعني يفتش او يبحث عن trained جاي من trained يعني يدرب اذا اجابة تكون entertained 9 don't let what people say space you concentrate on your goal لا تدع ما يقوله الناس نقط انت فقط ركز على هدفك يبقى ايه district معناها مقاطعة منطقة يعني distract ده فعلا معناها يشتت يشتت deposit معناها يعمل ايداع في البنك deposit يودع مثلا يعني ايداع despise يمقط يكره بشدة يمقط تمام الاجابة كده وضح distract قمنا حلو احفظوها don't let what people say distract you concentrate on your goal number 10 this 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 discuss environmental issues هذا النقط يناقش قضايا بيئية forum يعني منتدى privacy خصوصية prize يعني مزايا و cons عيوب اذا المنتدى forum المنتدى عمل زي conference مؤتمر اجتماع وهكذا وتمشي برضو عن نت forum موقع نت كده يجمع الناس شبه الفيسبوك يعني بس بقى قديم دلوقتي 11 we had a meeting to new ideas كان لدينا اجتماع لكي نقط افكار جديدة brainstorm نولد افكار جديدة تمشي بخلي بالك كلمة brainstorm لو بعدها ideas تسوي generate يعني يولد install يسبب برنامج rank يرتب represent ينوب عن او يمثل ازل اجابة brainstorm 12 I think نقط is a promising carry اعتقد اني النقط هو ايه مهنة او حياة بس هنا معناها مهنة واعدة promising واعدة وطبعا كلمة career تمشي مهنة او حياة ايه مهنية او عملية مهنية او عملية طيب viewpoint يعني وجهة نظر presentation عرض تقديمي programming البرمجة superficiality السطحية اذا الاجابة تكون programming 13 it is a waste of time انه مهضرة للوقت نقط online دايما it's a waste of time بعدها verb ing تمام excusing جاي من excuse يعني يعذر يديله العذر يعني ماشي طبعا مش جاية creating جاي من create يعني يخلق برضو مش جاية checking مش جاية gaming اللعب عن نت طبعا هي الاجابة gaming يبقى game هنا كان اصلها ايه او gaming هنا كان اصلها game اللي هي فعل يلعب عن نت وكده 14 صلاح has been space as the most important player in the team صلاح تم نقط كافضل لعبي الفريق rank تم ترتيبه تم شرحه brainstorm تم عصفه زهنين مش جاية represented يعني represent يمثل او ينوب اذا اللي جابه ranked 15 i prepared انا جاهز نفسي كويس for my space at the meeting ليه النقط بتاعي ده في الاجتماع so my audience liked it عشان كده جمهوري حبها يطرى feelings مشاعري presentation عرض تقديمي programming البرمجة superficiality السطحية اذا اجابة presentation عرض تقديمي 16 i not some of the videos from the school trip on the school site ركز كده on the school site انا عملت ايه لبعض الفيديوهات من رحلة المدرسة على الموقع بتاع المدرسة experience معناها مريت بتجربة installed سبت الفيديوهات مش جاية shared شاركت الفيديوهات تمشي distracted شتت الفيديوهات مش جاية اذا اجابة تكون shared شاركت الفيديوهات 17 some people are interested in the number of space بعض الناس مهتمين بعدد ايه they have on their posts اللي على البوستات بتاعتهم knowledge يعني معرفة likes يعني اعجابات اكيد عارفينها طبعا likes victims يعني ضحايا جاي من ضحية اللي هي victim يعني warnings تحزيرات اذا اجابة تكون likes اعجابات 18 you should respect the space of others عليك احترام النقط للاخرين forum منتدى privacy خصوصية pros مزايا cons عيوب طبعا اجابة privacy ممكن انطقها privacy أو privacy 19 he is one of the ordinary people هو احد الناس العاديين so they think عشان كده هما يعتقدوا هي نقط them يترى solve اللي هيحل يحل مسألة وكده مش جاية register يعني يسجل brainstorm يعصف ذهنيا اذا اجابة تكون represents يمثلهم او ينوب عنهم 20 i respect your نقط بحترم نقط بتاعك about my suggestion بشأن اقتراحي even if حتى لو i don't think it is right حتى لو انا لا اعتقد انه صحيح viewpoint وجهة نظر presentation عرض تقديمي programming برمجة superficiality سطحية اذا اجابة viewpoint 21 work hard اعمل بجد or you will be space وإلا سوف نقط researched يتم بحثك اكيد مش جاية chatted يتم دردشتك اللي بقى فيه بي هنا وبعدها تصريف سال اسمه ابني المجهول stamped معناها يدمغ يعمل دمغ او طبع بريدي وهكذا وفايرد يعني يطرد من العمل هنا ما ابني المجهولي بل اجابة فايرد 22 he was the نقط of a car accident هو كان نقط لحادثة عربية in which اللي فيها he lost his leg فقد ساقه stamp يعني طابع بريدي identity يعني هوية victim يعني ضحية effect يعني تأثير إذن اجابة تكون victim 23 you can find a lot of professional educational space on the internet تستطيع ان تجد الكثير من النقط التعليمية الاحترافية على الانترنت buttons جاي من button يعني زر arguments نقاش خلي بالك بيقولك تعليمية platforms منصات morals يعني اخلاق او دروس مستفادة طبعا وضحت الاجابة تكون platforms platform هنا بمعنى منصة على الانترنت واتفقنا لها معنى تاني رصيف القطار او المحطة 24 بيقول you can make money online تقدر تكسب فلوس على الانترنت نقط وبعدها قمة you can have fun تستطيع ان تستمتع وتمرح plus بعدها قمة معنى بالاضافة الى ذلك الى ايه ذلك اللي هو زكرة سابقة اشي because مستحيل بعدها قمة مستحيل تمام زائد معنى مش منطقة شوي instead of برضو مستحيل بعدها قمة لان دايما بعدها verb ing او noun يعني بدلا من so كconjunction يعني رابط ما بين جملتين بمعنى لذلك بعد النتيجة ومستحيل بعده قمة مستحيل بعده ايه كمة هو المفروض الاس تكون small تمام يكون قبلها كمة وساعة نحزف الكمة يعني كده كده غلط في الصيغة وتقريبا المعنى مش ماشي نخلينا طالما الصيغة غلط يبقى ما نترجمهاش كمعنى اذن اجابة تكون plus بالاضافة الى ذلك 25 النقطة بتاع الكتابة بتاعته is the main reason هي او هو السبب الرئيسي for his failure لفشله viewpoint وجهة نظر يعني وجهة نظر في الكتابة بتاعته مش جاية خالص تمام presentation معنى عرض تقديمي هتقول لي ما هو viewpoint يا مستر وجهة نظر ومسلا سياسية بتاع فده يؤدي الفشل هم ما ذكرش الحوارات دي عايزين حاجة مباشرة نكمل نكمل ماشي نكمل الاختيارات عشان مخك ايه يترجم لك صح programming معنى البرمجة مش جاية برضو superficiality بصوا معايا في كلمة هكتبها مهمة جدا كلمة thorough thorough يعني عميق نضيف لها ناس تبقى العمق 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 في الافكار thoroughness thoroughness عكسها بالزب superficiality يعني السطحية يعني عدم العمق في الافكار مثلا فعدم العمق في الافكار او السطحية بتاعت الكتابة بتاعته كانت السبب الرئيسي الفشله كده منطقي اكتر 26 the media not media معناها وسائل الاعلام not the bad need الحاجة الماسة for economic growth للنمو الاقتصادي to solve لكي نحل most of our problems معظم مشاكلنا ranked معناها ايه رتب highlighted اظهارة brainstormed يعني ايه اثارة فكريا او يثير الفكر مثلا يعصب ذهنين مش جاي برضو represented معناها انابة او مثلة اذا اجابة تكون highlighted ومعنى تقومنا على بعض عشان دي قوم للترجمة ان وسائل الاعلام اظهرت الحاجة الماسة للنمو الاقتصادي لكي نحل معظم مشاكلنا the media highlighted the bad need of economic growth to solve most of our problems رقم 27 نقط is the things that a person or animal does الحاجات اللي بيعملها الشخص او الحيوان view معناها منظر او مشاهدة مش جاية behavior tone يعني نبرة عامة او شعور عام او نبرة الصوت cookies معناها بس كويت اذا اجابة تكون behavior ما ننساش اني cookies ليها معنى تاني ملفات الارتباط في الكمبيوتر 28 ايه او النقط is someone who is very interested in something and spends a lot of time doing it شخص مهتم بحاجة وبيقضي وقت كتير جدا في فعلها يبقى الشخص ده مدمن innovator معناها مبدع مخترع programmer مبرمج addict معناها مدمن واتفنى ده اسم عشان كده الان وان downloader يعني برنامج التحميل او التنزيل اذا الاجابة تكون addict رقم 29 a not is a short description وصف قصير that gives important details بيدي لك التفاصيل الهم about a person بشأن شخص a group of people مجموعة من الناس or a place او مكان like يعني يحب او مثلة مش جاية خالص cookie بس كويت file ملف مش جاية برضو ده ملف على الكمبيوتر يعني لكن profile يعني ملف تعريفي ناشي اه file وقبلها prove بيدي معلومات عنك وكده profile 30 not means reasonable and shows good judgment معناها معقول تمام او متعقل ودايما يظهر حكم جيد يعني مش متحزة متفقن sensible يعني متعقل او عاقل behavioral يعني سلوكي reliable يمكن اعتماد عليه up to date محدث يعني جابة وضحت كده هتكون sensible نيجي بال vocabulary study نبدأ بالverbal collocations متلازمات اللفظية do معناها يفعل لكن هنا do مع post تديك معناها ايه يكتب منشور do a blog post on do a post يعني يكتب ايه منشور do something for a job يقوم بشيء كوظيفة يعني او من اجل الوظيفة بتاعته game كفعل معناها يلعب game online يلعب عن net get back to يعود الى go on forums يدخل على المنتديات go on forums go on forums have effects on له تأثيرات على have likes يحصل على اعجابات keep something entertained يعني ايه يسلي يجعل الشيء او شخص ده مسلى يعني يسلي يعني يعني مثلا اقول the games online العاب على النت keeps me entertained بتسليني فهتساوي بالضبط entertain me طيب يبدو فاضيعا look terrible يضع قواعد make rules تساوي بالضبط put rules وساعة set rules برضو يضع القواعد والقوان miss something important يعني يفتقد شيئا ايه هاما pay attention to ينتبه لي كلمة مهمة جدا او تعبير مهم pay attention to post a message يرسل رسالة represent feelings معنا يمثل او يشير الى المشاعر show strange behavior يتصرف بغربة synemes مترادفات عندك criticize يعني ينتقد blame يلوم blame يعني يلوم disapprove دايما بعدها of معنا لا يستحسن لا يستحسن وعكسها approve of approve of يعني يستحسن هتقول لي هو دايما يا مستر بعدها حرف جر of هقولك بمعنى يستحسن ايوة دايما بعدها حرف جر of لكن بمعنى يقبل شيء أو يوافق على شيء رسميا يعني على خطة مثلا approve a plan يوافق على خطة هنا ما فيش of entertain يعني يسلي أو يرفع عن please يعني يسر أو يسعد amuse يسلي satisfy يعني يرضي fire بمعنى يفصل من العمل dismiss sack قلناه احنا بنحل dismiss sack dismiss sack نفس المعنى بالضبط sensible يعني حكيم أو عقلاني أو واقعي practical يعني عملي realistic واقعي responsible مسئول reasonable متعقل أو عقلاني أو معقول rational يعني عقلاني logical يعني منطقي criticize ينتقد praise يمتدح approve of يستحسن يبقى خلي بالك من praise يمتدح entertain يسلي يرفع عكسها displease يعني لا يسعد يعني يضايق أنه يضايق upset يعني يزعج fire يفصل من العمل hire يستأجر hire يستأجر employ يوظف take on يشغل فتسوي employ take on employ sensible حكيم أو عقلاني أو واقعي foolish أحمق foolish أو نمد فنقولها foolish foolish يعني stupid silly foolish أحمق strange غريب familiar مألوف usual معتاد stupid غبي intelligent ذاكي smart ذاكي suitable مناسب unsuitable غير مناسب ننتقل ل derivatives المشتقات اتفقنا addict نطقها addict دي اسم معنها مدمن addict يعني مثلا هقول he is a drug addict هو مدمن للمخدرات addiction دا الاسم he suffers from هو يعاني من drug addiction إدمان المخدرات لكن addicted خلي بالك من نطقها يعني الاولانية addict دي addicted مدمن دي صفة وكمان صفة not before noun not before noun يعني وفتحت القموس يقولك كده يعني ما تجيش قبل موصوف يعني صفة مستقلة بعكس الصفات الشائعة زي old مثلا an old man رجل عجوز يبقى هنا ايه في موصوف بعدها he is old جات لوحدها من غير موصوف لكن هنا عندك addicted not before noun يبقى لها وضع واحد فقط ان تكون ايه لوحدها بعد or to be أو فعل الحالة يبقى he is addicted to يعني هو ايه مدمن لي خلى بالك يبقى to مدمن لي behave ده فعل معناه يتصرف this boy behaves bad للولد ده بيتصرف بشكل ايه سيء الاسم منها behavior يعني سلوك أو تصرف this boy's behavior سلوك الولد ده is bad سيء behavioral ده الصفة سلوكي this boy has behavioral problems الولد ده لديه ايه سلوكيات أو مشاكل سلوكية في السلوك يعني criticize ينتقد he criticizes films هو ينتقد الافلام لكن critic دي ناقد critic يعني ايه ناقد شرحت الكلام ده قبل كده فلما اقول مثلا النقاد critics النقاد talked about my latest film positively تكلموا عن الفيلم الاخير بتاعي بشكل ايجابي critical خلي بالك منها دي نقدي أو حرج يعني زي ما اقول critical situation مثلا موقف ايه حرج اه critical situation أو critical comments يعني ايه تعليقات نقدية يعني لها علاقة بالنقد وكده يبقى خلي بالك critical نقدي له علاقة بالنقد أو حرج موقف حرج الاسم منهم criticism اللي هو النقد criticism positive criticism النقد البناء أو الايجابي is useful مفيد employ معناها يوظف أو يستغل يبقى خلي بالك لها معنى يوظف يوظف شيء معنويا كده أو يستغل شيء ده أو يوظف شخص يعني مثلا لما اقول employed وظفة 20 assistance يبقى هنا ايه عينهم يعني Egypt has employed bright sunlight يبقى استغلت يبقى employ هنا معنى ايه يستغل اللي ايه sunlight ضوء الشمس طيب employer بقى الذي يوظف له صاحب العمل يعني ما سنقول as a teacher كمعلم the government is my employer الحكومة هي ايه الموظف او صاحب العمل بتاعي employable ركزوا على employable معناها ايه او هنا employee employee معناها موظف يبقى employer موظف employee يعني موظف يبقى employees الموظفين employable بقى معناه قابل للتوظيف عنده مهارات بتساعده ليه للتوظيف وكده يعني مثلا if you are employable لو انت قابل للتوظيف this means you have good qualifications كده انت عندك ايه موهلات كويسة ومهارات كويسة employment معناها ايه التوظيف او الاستغلال يبقى جاية من ايه من employ كفعل the employment of young people يبقى هنا التوظيف الشباب ممكن اقول the employment of sunlight ان استغلال او توظيف الطاقة الشمسية عكسها بقى unemployment يعني البطالة unemployment is a big problem البطالة مشكلة كبيرة entertain معناها يسلي او يرفع there are some shows to entertain children بعض العروض لكي تسلي وترفع عن الاطفال entertainer فنان ترفيه خلي بالك من معنى entertainer فنان ترفيه the singer is a great entertainer entertaining دي صفة معناها مسلي او مرفه this show is entertaining مسلي مرفه الاسم منهم entertainment التسليه والترفيه for entertainment للتسليه والترفيه you can go to the cinema التعبيرات افهم ما تقصد I see your point in a few years time خلال سنوات قليلة in person شخصيا باختصار in short يبقي على اتصال بي keep in contact with keep in touch with stay in touch with loads of الكثير من تسوي a lot of on your own بمفردك او لوحدك فتسوي alone on your profile على صفحتك الشخصية او الملف التعريف بتاعك set of set هنا now معناها مجموعة set كان معناها مجموعة او جهاز جهاز كمبيوتر set set of مجموعة من فتسوي الضبط a variety of so far حتى الان تسوي up till now social media app تطبيق تواصل اجتماعي زي facebook the other day غير معناها الاساس اللي هو اليوم الاخر لها معنى تاني مؤخرا ودي كلمة دالة على زمن الماضي البسيط وبتيجي في اخر الجملة i visited my uncle the other day young people الشباب حروف القر chat to or with يدردش معه connect to معناها يتصل بي او يدخل على decide to يقرر an divide into يقسم الى او ينقسم الى go out يخرج put up يعني يرفع او يضع share with يعني يشارك معه طيب الفرق ما بين الكلمات احنا اتفقنا اني app تسوي application بمعنى برنامج او تطبيق بمعنى تنفيذ مثلا تنفيذ طريقة زي تنفيذ مثلا طرق او تطبيق التكنولوجيا في التعليم وكذا ماينفعش نختصرها الى app وبرضو بمعنى طلب الاتحاق بنادي او وظيفة برضو ماينفعش ايه نختصرها الى app platform اول معنى لها رصيف محط او كطار مثلا اقول platform 11 الرصيف رغم 11 برضو كلمة platform تمشي المنصة اللي مثلا فيه رئيس بيخطب للجمهور بتاعه يقف على منصة كده ماشي برضو platform هو حسن محرج لما طلع على السلالم او الخطوات او هنا السلالم او الدرجات بتاعت السلم يعني الى المنصة platform برضو معناها منصة الكترونية ماشي يعني educational platform منصة تعليمية pavement بقى معناها رصيف الشارع cars are not allowed to park on the pavement على رصيف الشارع represent معناها يمثل اي نوب عن لكن يمثل في مسرحي او في الم اسمها act اشي واكت لها معناتان يتصرف فتسو behave sensible معناها اي عاقل او حكيم او معقول stopping the war was a sensible decision قرار عاقل او حكيم a sensible decision تسوي بالضبط a wise decision لكن sensitive معناها حساس او سريع التأثر يعني بيزعل بسرعة بيفرح بسرعة i was a sensitive child انا كن طفل حساس وبالمناسبة لها معنى تاني يعني ايه حسب الناس عنده ايه احساس بشعور الاخرين يبقى اذا ممكن اقول حساس اللي هو يشعر بالاخرين ممكن تسوي كلمة considerate اخدناها قبل كده considerate مراعي لشعور الاخري ماشي وبرضو تمشي حساس للبشرة بشرة حساسة من حاجة عندها حساسية حساسية اللي هي فاكرين قبل كده اخدناها sensitivity واخدنا كلمة برضو معناها حساسية اخر جزئة الحل على الفكابيولار رقم واحد بيقول انا كتبت منشور على ماتش مبارح احنا اتفقنا do a post معناه يكتب ايه منشور يبقى هنا did عشان ماضي رقم اثنين my teacher said that I had space a perfect essay مدرسي قال ان انا كتبت مقال مثالي رائع اتفقنا برضو do an essay تسوي write an essay يكتب مقالا يبقى هنا had done عشان تصريف ثالث بعد had ثلاثة بيقول when you like something لما الحاجة دي تعجبك you not it فانت ايه approve it بتستحسنها or disapprove لا تستحسنها criticize تنتقدها agree تتفق طبعا agree with it محتاجة with اذا اجابة تكون approve of رقم اربعة when something is rational يعني ايه عقلاني it is ايه foolish يعني احمق sensible متعقل particular معين general عام اذا اجابة تكون sensible رقم خمسة to entertain entertain معناه يسلي is antonymous with عكس ايه this please لا يرضي تمشي please معناه يسعد او يسير دي نفس معناه طالب العكس amuse يسلي satisfy يعني يرضي اذا اجابة تكون this please ستة he lost his job فقد وظيفته he was not فطرد من العمل hired يعني تم ايه تعينه sacked طرد employed تم تعينه taken on تم تعينه اذا اجابة sacked ما ننساش انه sacked dismiss fire معناه يطرد من العمل سبعة he gained much weight هو حصل على وزن كسير نقط his love of food بسبب بسبب حبه ايه موثوق بها صح واضح خالص اتباه apps يعني الاجابة apps رقم 9 the attention الانتباه i نقط to what the teacher said لقاله المدرس help me understand the lesson ساعدني اني افهم الدرس اتفقنا pay attention to معناه يولي اهتماما لي او انتباها لي برضو نفس المعنى اذا الاجابة paid تصريف هنا ايه التاني من pay عشرة امر put space a nice photo of his عمر عمل ايل صورة حلوة لي تمام خل بلكم a nice photo of his زي بالضبط a friend of mine صديقون لي a friend of his صديقون له a photo of his صورة له يبقى رفع صورة له عن نت on his instagram yesterday تفقنا put up معناه يرفع حداشر i share a lot of interests not my cousin ملك انا ايه اشارك الكثير من الهوايات والاهتمامات مع بنت عمي ملك اذا اجابة with share interests with اتناشر four ages يعني لفترة طويلة معناها ايه good جيد بقى تسيق year سنوات اذا اجابة a long time يبقى four ages هنا المعنى ايه مجازي مش قصده سنين حرفين اللي قصده ايه a long time 13 our university accepts space from arab students الجامعة بتاعتنا بتقبل ايه بقى من الطلاب العرب apps غلط لان هنا معناها استمار التقدم احنا اتفقنا كاستمار التقدم لا تختصر الى app فقط بمعنى برنامج اذا اجابة تكون applications we applicable يعني قابل للتنفيذ او التطبيق 14 don't be so space لا تكن نقط جدا to criticism للنقط try to benefit from it حاول تستفيد منه يبقى لا تكن ايه حساس يعني تزعب بسرعة من نقط تمشي sensible لا تكن حكيم مش منطقي لا تكن موسوخ به مش جاية unreliable لا تكن غير موسوخ به للنقط مش جاية معنى اذا اجابة sensitive وبكده نكون خلصنا الفيديو ده اشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته